يعني أنا أفكر بصوا أريد أقولكم حاجة لأننا نتحدث حول الماتريكس بالأرض المجتمعات الدينية أغلب المجتمعات الدينية من صناعة الدراكونيين الأنظمة الشرقية هي خاصة الشرقية حقيقة هاي الحكومات هي هاي من صناعة الدراكونيين وهاي الحكومات مقادمة من الماسونية بالمناسبة وبالتحديد لأننا تحدثنا هيك بأمر حول حريات المرأة تمام بالشرق الأوسط هذا قبل التسجيل بس أنا أريد أنه ناقشه آل سعود بالذات آل سعود بالذات يعني آل سعود المغرب حاكم المغرب حاكم الأردن هم هؤلاء الثافة بالذات يعني ظلوا تابعين للماسونية بليون بالبليون البقية أيضا مشتركين العراق وغير العراق لو نتوسع فيها نعم رواساء الصين نمشي فيها يعني نتوسع فهو الماتريكس أريد أن أوضح يعني الماتريكس صنعة من الدراكونيين نعم تعرفون بس على على ذكر الماسونية هذا هاي مسألة الماسونية فيها علم واسع حقيقة يعني مسألة الماسونية يعني لو نريد أن ندرسها لا فيها تاريخ طويل عريض الماسونين مش كلهم سلبين انتبهوا 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 لا 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 فيه في الماسونية روحانية إيجابية عالية نعم وفيه في الماسونية سياسيين سلبيين وفيه في الماسونية تجاري غرضي يعني بتاع مصلحة هذا ما يخص بالروحانية هو جاي هيكي يعني نقول يعني ايش نسميها ممكن يمشي مصلحته ممكن تابع ممكن يعني هذا هو مش عارف هو مش عارف ماسوني مش ماسوني هو ما يفكر بس هو تابع لهم حقيقة يعني السياسيين دورهم السياسيين ذوله أتباع بس السياسيين أريد أقولكم حاجة السياسيين يعني ذول الرؤساء ذوله مش أتباع فقط هيكي أتباع أتباع الأتباع ايه ذوله بالأخير الآن انتبهوا إلى الأمر حول الماتريكس انتبهوا جيدا رجان هذا اللي نقول لهم مهم لدراكونيان عندهم فن الإغراء انتبهوا هذا الأمر في غاية الأهمية فن ماذا الإغراء يعرفوه يعملوه على كواكب لملايين من الساد فهو مثلا يأتون للجنس البشري يبدعون بالأغراء كيف يأخذون مجموعة من الجنس البشري يعطوهم تكنولوجيا متطورة نعم هذا عامليه والدراكونيان يأخذوهم بمركباتهم الكونية إلى أعماق الأكوان يأخذون بشر ويقول لك هذا نحن هذا الملك بتاعنا فهو هذا الإغراء بحيث البشر ينخدع ويضعون في وعي البشر الجزء الجزء أنه هذا حيكون سيد الأرض ملك الملوك بس بالإغراء وأيضا هم جدا لطفاء لدراكونيان يعني عندما يعني هو هيك نقول يتفاوضون مع واحد فعندهم عندهم فن الأغراء أي معروفين فن الأغراء فهذا ينخدع وهذا يعطوه القوة نعم يعطوه ملك الأرض المجتمعات السرية أعطوهم ملك الأرض وصعدوا جزء من أعضاء المجتمعات السرية إلى كواكبهم ما بعرف إلى المريخ بتكنولوجيا حديثة فهذا الأرض خلطه بجينات الدراكونيان وأيضا أصبح تزاوج ونعم يعني تجدون أرضي دراكونيان هذا يقوم بتطبيق سياسة الدراكونيان تماما تجزء تقسيم فبركات لأن هذا أعطوه القوة بالأرض ماشي انتبهوا الآن هذا الدراكونيان الذي يقود العملية موظف هذا مش الأول انتبهوا هذا الأمر مهم يا أنت مو تعتقد هذا الدراكونيان اللي يدير المجتمعات السرية قوي وبارئ لا لا هذا موظف درجة عشرين من سلالات الدراكونيان الآن نأتي إلى آل سعود تحديدا والحاكم المغرب وحاكم الأرض وذولة أتباع أتباع الأتباع أي ذولة يعني جدا جدا يعني ذولة تمام فهو هذا الماتريكس الآن نتكلم وهذا الموضوع مهم الآن ماذا يحدث انتبهوا هذا الموضوع في غاية الأهمية الآن ماذا يحدث المجتمعات السرية انتهى زمنها وسلالة الدراكونيان والماتريكس انتهى المجتمعات السرية أغلبهم الآن بدأوا يخرجون ويوضحون الأسرار والتكنولوجيا لأنهم تندموا وقسم من المجتمعات السرية وجل نفسه إذا يبقى بالمجتمعات السرية حيخسر وقسم منهم هربوا ليه؟ موهو الدراكونيان هربوا من الأرض الزواحف هربوا من الأرض طبعا انتبه انتبه فالمجتمعات السرية وجدوا نفسهم الآن في حيرة فالموقف بتاع المجتمعات السرية وعيف وقسم منهم تندموا وقسم منهم الآن يعرضون كثير من المعلومات حول الدراكونيان والتكنولوجيا اللي يعطوهم الدراكونيان المجتمعات السرية انفتحت الأمور فأنت أو خلي نرجع الآن هناك سيدات ناشطات سياسيات بعمر الشباب القوي في جين الهذلول بالمغرب دنيا الفلالي وأعطيكم أسماء عندهم بالإنستجرام وباليوتيوب فلاورز ومتابعين فأنت لا تخاف من ما يسمى بملك رئيس وزير اترك الخوف اترك الخوف ممكن أنت تكون روحاني يعني أقصد تعيش قوة قوة أنت لا تجاهد الخوف يسيطر عليك تكلم يا أخي وأختي اسمع هذه الرسالة لا تبقى بالخوف فيه ناس مش روحانيين وخاصة سيدات واقفين هذه اكتبوا دنيا الفلالي وشوفوا القصة بتاعتها مناظلة وقاعدة عظيمة اكتبوا لجيني لهذل وشوف القصة بتاعتها مناظلة عظيمة فأنت لا تبقى بالخوف لا تبقى ما فيه خوف الآن نحن نشهد في الأرض تغيرات عظيمة إيجابية اعلن قوتك استرجع قوتك استرجع الظو ارجع إلى ما يسمى بالإنر باور انتبه يعني إذا أشخاص يسيئون إليك أشخاص يتهموك أشخاص يعيبوك لا تتحسس ارجع إلى ما يسمى إلى داخلك الإنر باور الإنر باور هذا فيه داخلك القوة الكونية هو هذا الإنر باور والقوة الكونية هو كل الأبعاد حتى لو يضعوك بسجن ما يقدرون عليك حتى لو ملايين من الصحف تحكي عليك ارجع للإنر باور هذا المصطلح للقوة اللي فيه داخلك وقول أنا قوة أنا ضوء فلا تكترث من ممكن ناس يتهموك ناس يستهزون بك هذه كلها فبركة فبركة الدين فبركة السياسة فبركة الإعلام وفبركة العائلة السلبية يتون إليك يقول لك أنت ملحد هذا يقول لك أنت كافر تمام هذه كلها فبركة تنفيلية أيضا عندما تحاورهم يا أخواني وخواتي نريد أن نوضح الأمور قول لهم التالي قول لهم نحن نتناقش لا نتجادل نريد أن نبني مجتمعات فيها حقوق الإنسان فيها حرية الإنسان يعني عندما تتحاور معهم مش تعمل أنه مشاجرة والصياح لا 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 بالهدوء باركهم املأهم بالضو نعم حبهم سواء كان ملك وزير رئيس سياسي يجب أن تحبه وتباركه وتوضح له لأن أيضا هذا الملك هذا السياسي هذا الماسوني مش ماسوني روحاني سني شيعي مسيحي من أي طائف هذا روح روح ضو وهو أيضا هذا ممكن عاوز يفهم ممكن عاوز يتحرر وهناك وزراء بالسعودية وزراء بالعراق عاوزين يتحررون هناك وزراء بالسعودية بالعراق بكل مكان أصلا العوائل الكونية متصلة معاهم وأيضا عاوزين يتحررون هناك فنانين وهناك إعلاميين أيضا عاوزين يتحررون طبعا فأنت تتحاور معهم على مبدأ الحب قول لهم أريد أن أتناقش أنا مش جاي أتجادل نحن نتناقش من أجل أن نبني حياة عظيمة حياة فيها حرية والسلام للجميع طبعا فهذا أقصد من هالاتجاه الماتريكس وانتهاء الماتريكس الآن الماتريكس ما فيه قوة أبدا انتهى انتهى اشتركوا في القناة